أوراق ترشحي هي وأيضا التوكيلات التي تم جمعها على مستوى 15 محافظة وبصرف النظر أن عددها كما يتؤكد التقارير حوالي اللي تقدموا بيها 200 ألف توكيل وجوزة آخر لم يتم التقدم بها عشان ما يشغلوش اللجنة في فحص كل هذه التوكيلات ويضيعواتهم المهم أن يكون نموذج معبر عن رضا كثير من المواطنين لترشح سين أوصاد للانتخابات الرئاسية أتمنى من زميل الدراسة الأستاذ حمدين صباحي وهو دفعتي أنه ينجح في جمع 25 ألف توكيل هو بيقال أنهما وصلوا إلى 28 حسب الوطن نتمنى نتمنى أن يكون جمع 25 ألف بيقال أنه كان عنده مشاكل في الصعيد بالزبط في الصعيد مع عشان كده بأؤكد أنه يكون 25 ألف توكيل صحيح بالزبط لأن هناك توكيلات قد تكون خطيئة ودي كانت موجودة في التوكيلات حتى فيه لا وحتى في التوكيلات اللي قدمها المشارعة فتاح السيسي كان فيها بعض التوكيلات الخطيئة تم استبعادها من الأول قبل ما يتم تقدم بها لللجنة عند قيام فرزها عند فرزها وإعدادها على أساس أنه لازم يكون فيه تمثيل لخمستاشر محافظة وقال لا يقل كل محافظة من الخمستاشر عن ألف توكيل يعني أنا ممكن أجمع 24 ألف توكيل أو 40 ألف توكيل من 14 محافظة لكن المحافظة الخمستاشر ما جبتش فيها الألف يعتبر هنا كل هذا العدد لا قيمة له ولا ينطبق عليه القواعد والقانون طبعا نتمنى إن شاء الله أن التجربة بتاعة الانتخابات الرئاسية تستكمل بشكل جيد ويكون هناك أكثر من مرشح حتى نسري عملية الانتخابات الديمقراطية وانتخابات الرئاسية وبشكل تجربة ديومقراطية رائعة وأما إذا حدث حدث إن مرشح واحد هو الذي ستمكن من تقديم التوكيلات اللي ينطبق المحددة طبقا للقانون فيجرى استفتاء أو انتخابات أشبه بالاستفتاء على الشخص الطبق الذي هو منصوص عليه بشرط أن يحصل على 2 مليون ونص من الأصوات المؤيدة لانتخابه من ضمن إجمالي الذين لهم حق التصويت في الانتخابات وهو حوالي 52 مليون موضع بس نحن نتمنى أن نصل إلى هذه الصورة ننتقل إلى صد البلد وعنوان يقرأ وزير الصناعة والتجارة إذا كان الفحم ملوثا فالبطالة أكثر تلويثا قال مونير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار إن أحد الوزراء السابقين ذكر له جملة أصبح مؤمن بها وهي إذا كان الفحم ملوثا فالبطالة أكثر تلويثا ولذلك يعد استخدام الفحم في هذه الفترة مناسب لحل مشكلة الطاقة لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ لاستخدام الحد الأدنى من الفحم وأضافة في ندوة بعنوان مستقبل مصر الاقتصادي قائلا أن الفحم رغم أنه سيء السمعة إلى أنه يعاد من مصادر توليد الطاقة في البلدان الصناعية رغم تأثيري على البيئة وهو بيستخدم بالفعل طبعا في أوروبا وبعض وفي الولايات المتحدة الأمريكية زي ما حضرتك وأستاذ أميس أشارتي إن الفحم إحنا مش دولة لسه نختارع استخدام الفحم في توليد الطاقة نعم هو نسبة التلوث والإنبعاث الحراري بين نسباله أكثر من أي وسائل أخرى وأكثرهم نظافة هو إرغاز الطبيعي لكن أنا قدام مشكلة دلوقتي وزي ما حضرتك أشارتي في الخبر أنا عندي نسبة بطالة وعايزة شغل مصانع وشركات وخلافه تحتاج إلى طاقة والطاقة هنا الطاقة الكهربائية مولدة من مصادر متعددة عندي طاقة السد العالي خلاص مشقدر أخذ أكثر من اللي هو بتنتجه حاليا وعندي المحطات الحرارية على المستوى القوم والطاقة اللي لسه بنحاول إحنا ودول العالم كله نقلل من تكلفة الطاقة المتجددة الزي الشمسية أو الرياح وخلافه لأنها ما زالت لسه أعلى تكلفة وكم ما تنتجه ما يمثلش نسبة كبيرة أضر اعتمد عليها في استخدامات دولة بكميلها فالجزء الأساسي عندي إما محطات مائية أو محطات حرارية المحطات الحرارية عايزة وقود سواء غاز أو صلار أو مازود أنا حاليا في وضع اقتصادي لا يسمح لي باستيراد ما تحتاجه هذه المحطات بالعملة الصعبة وبالتالي أنا دلوية وسبب انقطاع الطيار الكهربائي إن عندي كم المحطات اللي موجودة اللي لا تفي باحتياجات في عجزة طبعا في عجزة موجود وأنا لا أستطيع أن أنشئ محطات جديدة تكلفة مالية عالية وهتاخد وقت بالإضافة إلى أن عايز وقود أشغل كل هذه المحطات إذا عجزنا عن توفير هذا الوقود في محطات بتخرج من الخدمة وبيحدث الانقطاع على الأساس أننا بعمل تباديل وتوفير في موضوع الأحمل فإذا كان الفحم نعم ملوسا أو نسبة التلوث فيه عالية هناك كثير من دول العالم والدول العالم متقدمة كمان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين ما زال بتعتمد على الفحم في تشغيل محطات القوى الكهربائية بنسبة كبيرة جدا نعم بيقال في الولايات المتحدة وصلت لأربعين في المية لكن الحقيقة أنه هو واقع وموجود النهاردة لكن الخطط المستقبلية أنا دلوقتي بخطط لبكرة الخطط المستقبلية نحن نوقف استخدامه خالص أو مش إحنا في الدول المتقدمة سنوعيا أنه ما يقفوا استخدامه تماما خلال العشرين سنة فهي الخوف أن نحن نبتدي نعتمد عليه النهاردة أولا المحطات الموجودة حاليا واعتماد على الفحم الدول المتقدمة في مقدماتها الولايات المتحدة الأمريكية عملها الخطة للاستبدال الفحم بعد ما يقرب من أربعين أو خمسين سنة من الأهل إنما لا بد من استغناء عنه إنما أنا دلوقتي أنا مضطر لأن أنا أجيب الفحم لأنه أقل تكلفة وأكثر إتاحة لها بالنسبة لي استيراده عشان أستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية لأن أنا ما عنديش فحم سوى في منطقة منجم فحم المغارة في سيناء وهذه المنطقة أو هذا الكم مع رداءة نوعية الفحم لا تصلح لتشغيل سوى محطة صغيرة كهربائية يعني مش كمية كبيرة أستميع يعني زي ما قلنا يمكن على الموضوع ده هو زي شر لابد منه لابد منه بالضبط أو الضرورات تبيح المحزورات إذا جازت برضو بالضبط ممكن يعني إحنا معترفين أنه في جانب يعني للأسف سلبي ولكن إحنا مضطرين في المرحلة دي إلى أن إن شاء الله تستقرر الحال الاقتصادية ونقدر نلجأ مرة تانية للطاقة المبينة فدي الإزلام أو بطالة كمان أقول اتنين مع بعض يعني إزلام لأن ما فيش طاقة كهربائية مولادة كافية وعندش وقود وبطالة على أساس وقف كثير من الشركات المصانع لعدم توفر الطاقة الكهربائية للإدارة لا يعني مش عايزين السيناريو المظلم ده ننتقل إلى موقع السادة البلد ترميم منازل الدابودية وبني هلال بتكلفة مليون جنيه مقدمة من الأوقاف تفاصيل الخبر بتقول في جهود حفيفة وسريعة من محافظة أسوان عقب عودة الهدوء والاستقرار الأمني للمحافظة وخاصة لمنطقة السيد الأريفي وخور عواضة التي شهدت الاشتباكات بين قبيلتين دابودية وبني هلال خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري والتي أسفرت عن مصرع 26 شخصا بجانب احتراق بعض المنازل بالمنطقتين أنه دلوقتي الحال هو إعادة ترميم بالمجاني المتضررين من هذه الأحداث طبعا بشركات تابعة لوزارة الأوقاف نعم هي وسيلة للعلاج يا أستاذ ميس وسيلة لعلاج جزء من المشكلة إنه إذا كان هناك بعض المنازل قد احترقك أو بعض أي حاجات مالية دميرات فيتم تعودها ولأنما لابد أن نبحث عن جزور المشكلة الموجودة ونزيل الأسباب التي أدت إلى أن يكون هناك مجزرة في أسوان بهذه الصورة لم تحدث فيه تاريخ على الإطلاق لأن طبيعة شعب هذه المحافظة مقارنة بكل محافظات مصر شعب طيب جدا وإذا حادثت قتل واحدة فيه على مدار العام تبقى حديث أسوان كلها إنما أن يكون هناك بقى جزور لمشاكل وتظهر نتائجها في هذا العراق طب حضرتك شايفين إيه أهم سبب أدى إلى هذه الاشتباكات العنيفة الدموية هي أنت عارف حضرتك النهرة العصبية ما بين القبائل وبعضها وبعضها وإحساس أنه ده غريب عن هذه المنطقة ودي أرضنا ودي مش أرضنا وهي نسبة أغلبية وأقلية طب دي مشكلة تعايش ما تعايش ما دي عايزها لابد أن يكون هناك قبول للآخر والتعامل مع الآخر وهذه النهرة نزيلها تماما ليس في منطقة بني هلال والدبودية أو على أسطن ده بالعكس على كل مستوى الصعيد لا أنا سمح لي أقول مصر كلها مصر كلها أنا متفق معاك تماما لأن بتولد مشاكل كثيرة جدا وأتمنى من لجنة تقص الحقائق الأظهر شكلها أنها تنتهي من حسم الموضوع وتحديد المخط وتحديد كيفية القبول النتيجة بمعنى إذا تم قبول موضوع الدية للتصالح أهلا وسهلا لكن هناك علينا دور من الجانب التوعية الدينية الجانب المجتمعي الجانب التسقيفي الجانب الضور الجهات التنفيذية المختلفة لبحث المشكلات التي تعاني منها هذه المشكلة المنطقة ومحاولة علاجها المهم أن كل أجهزة الدولة تحاول أن تبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه المشكلات سواء في منطقة السيل الريفي فيها صوار التي تطم فيها قابلة الدبودية وبني هلال أو بالنسبة لبقية المناطق الأخرى وأتمنى إن شاء الله أن نحدث هذا بعد المرحلة المقبلة وتستقر الأوضاع ويكون هناك مؤسسات دولة ويكون هناك برلمان هدفه الأساسي أن يعمل على إزالة كل هذه المشكلات التي تؤدي إلى مثل هذه المشاكل التي يسقط فيها الكثيرون دون أسباب واضحة أو أسباب مش عايزة أقول تفحة بسيطة ما توصلش لدرجة أن تسقط هذا 26 طبعا يعني حرام يعني طبعا وكان ممكن الممكن أن يزيد العدد لو ما تدخلتش كل الأجهزة المختصة ومحاولوا تحقن الدماء اللي موجودة ما بين الطرفين نعم طيب ننتقل إلى اليوم السابع وخبر عن الإسكان بدء تنفيذ 28 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي كشف المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي عن البدء في تنفيذ عدد 28 ألف وحدة سكنية من إجماري 92 ألف وحدة وده طبعا كان يعني من ضمن المشروعات أو المرحلة التانية من مشروع الإسكان الإجتماعي وأضاف أيضا المهندس صلاح حسن أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان تأثير بشكل جيد ومنتظم ومن المقارن الانتهاء من تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية خلال نهاية العام الجاري هو طبعا جهد مشكور من قبل الدولة خاصة بالنسبة لمستوى الإسكان الاجتماعي نقول متوسط التكلفة وقاليد التكلفة لأنه برضو عشان تبقى أسعاره في متناول الناس البسطاء الذين لا يستطيعون دفع تكلفة مباني تكون مستوها أعلى أو بسيطة لا وبالذات فعلا يمكن الاتجاه اللي احنا كنا شايفينه في الفترات يعني ما قبل الثورة إن جايما بناء الفاخر اللي هو الناس مش قادرة تشتريها جدا وقاعد مدن بكتير جدا مش لاقي حد يشتريها وعشان كده يمكن المشروع الذي أعلن عنه منذ حوالي شهر بالاتفاق ما بين القوات المسلحة ودولة الإمارات العربية اللي بناء عليه سيتم في خلال خمس سنوات بناء ما يقرب من مليون وحدة سكانية على المستوى القومي وكما أعلم إن التكلفة بتاعتها السعر بتاعتها أو مشاركة أو مساهمة من سيقيمون في هذه الوحدات التي تنشأ على مستوى كل المحافظات ستتحمل الدولة 40% من التكلفة والجزء الآخر 60% على المواطن على المقيم في هذه الوحدات وبالتقصيد على حوالي 20 سنة بلا شك ده هيساهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة الإسكان لأن أحد الوسائل الرئيسية لعلاج المشكلات المجتمعية في مجتمعنا المصري هو أن يقيم الإنسان في مكان محترم في مكان راقي يراعي فيه أدمية الإنسان يعني أقل حاجة حتى في بصور المسكن الآمن يعني يكون فيه سعف كده فوق حتى نقضي على العشوائيات الكثيرة في أكثر من مكان اللي للأسف بتصدر لنا قنابل موقوتة من هذه العشوائيات لعدم الرعاية الصحية والمجتمعية والثقافية والدنيا وكل دولة في علاج هذه الأسر البسيطة صحيح فإحنا سعداء بدوت يمكن كمان بنشيد بدور البنك المركزي وقراروا أنه يدعم أيضا يعني اللقصات اللي على 20 سنة دي هتكون بدعمة من البنك المركزي فإحنا برضو سعداء بالشراكة ما بين كل جهات الحكومية المختلفة علشان إن شاء الله نضمن نجاح هذا المشروع ننتقل إلى موقع الوطن وزفير إيطاليا بالقاهرة الذي يقول نتابعه عن كثب ما يحدث في مصر قال زفير إيطاليا بمصر ماوريتسو ماساري أن بلاده تتابع عن كثب ما يحدث في مصر خلال هذه المرحلة معربا عن أمله في أن تتم مرحلة الانتخابات الرئاسية كما يتمناها الجميع هذا كان في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمناسبة قرب افتتاح المدرسة الدولية الإيطالية ليرناردو دافينو